من الأسئلة التي تطرح علينا عادة كمسيحيين وبشكل مستمر سؤال يقول إذا كان المسيح قال لم آتي لأنقض الناموس أجل كيف لا يوجد ختان في المسيحية ولا فيه قيود على الأكل ولا فيه تقديس ليوم السبت والكثير من الأمور المخالفة لشريعة اليهود والحقيقة أني أفرح وأرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الصادرة من شخص بدل مجهود وبحث أو على الأقل حاول يفهم مش واحد يجادل مجرد الجدال ويسأل ولا حتى ينتظر إجابة وعموما عشان نجاوب على سؤال هل إحنا نقضن الناموس أو لا لازم نعرف معنى الناموس فالناموس هو الشريعة اللي وضعها موسى بوحي من الله تخص حياة وتعاملات اليهود كشعب ودولة وسميت ناموس لأن فيه صفات وتعاملات الناموس يعني تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا تشرف على تطبيقها وتعاقب كل من يخرج عنها والناموس ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع الناموس الأدبي والناموس المدني والناموس الطقسي الناموس الأدبي يختص في الوصايا العشر وهي الوصايا المعروفة اللي أنزلها الله على موسى في جبل سيناء مكتوبة عن اللوحين من حجر وصايا مثل لا يكون لك إله آخر لا تقتل لا تزني لا تسرق اكرم أباك وأمك لا تشهد زور إلى باقي الوصايات المعروفة وباقي الوصايا المعروفة وهي وصايا لم يلغيه السيد المسيح لكنها أخذت مع المسيح بعد أكبر يعني ما عاد الزنة مثلا كفعل حرام لكن مجرد النظرة تعتبر مساوية للزنة كفعل أما الناموس المدني أو الاجتماعي فهي قوانين أو مجموعة قوانين خاصة باليهود كأمة وشعب ونظام دولة وعلاقتهم مع بعضهم ومع كل من حولهم ويتضمن العقوبات وتنظيم العشور والتعاملات وتعاملات الدولة وتطبيق الشريعة وقد انتهى العمل به أصلا بانتهاء دولة شعب إسرائيل وهدم الهيكل سنة سبعين ومش بسبب المسيح أصلا وأما الناموس التقسي فهو مجموعة الشعائر الخاصة بالعبادات التي تقرب الناس من الله والهدف منها تنظيم العبادات والذبائح والتقديمات والمواسم والأعياد والصيام والصروات وكانت دائما عرضة للتعديل حتى في زمن موسى فهي طقوس تنظيمية قابلة للتغيير والتعديل وحيث أن للهيكل دور أساسي في استمرار تلك الطقوس فإن هدمة أوقف العمل بها نهائيا ولأن كل ذا الشعائر كان هدفها ومضمونها التقرب من الله فبعد ما جئ السيد المسيح ما عدنا في حاجة لأي طقوس تقربنا منه لأن المسيح أصبح هو الرابط الوحيد والجسر الحقيقي في علاقتنا مع الله ومش الطقوس أو الفرائض وكذي كل المسيح لم يلغي بل أكمل وصحح المفهوم الحقيقي للناموس اللي وضعها الله رحمة للناس مش نغمة عليهم ونفهم من خلال مجيء وعملة إن المحبة هي أصل الناموس وروحة فإن أول الوصاية وأعظمها أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء يعني تخيل إن كل الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم جايين يقولون لنا كلمة واحدة بس حبوا بالضبط نفس الكلمة اللي يقولها لنا السيدة المسيحي اليوم وكل يوم فإذا كان الناموس يرمز للمحبة فإن المسيح هو المحبة الخالصة نفسها فالناموس الحقيقي وضع محبة للناس وخدمة لهم ومش عبء مسلط على رقابهم فمش معنى إكرام يوم السبت مثلا إنك تكرمه أكثر من نفسك أو من أخوك فتترك إنسان مريض أو محتاج مساعدة عشان تكرم يوم السبت أو تركز في طهارة أكلك وشربك ونظافة بدنك وترك قلبك مليان كره وحقد وغل وفساد وحسد المسيح أبدا لم يلغي الناموس ولكن بيّن لنا إن طهارة القلب ونظافة العقل أهم بكثير من طهارة الملابس ونظافة الأجسام وهذا هو الهدف الحقيقي من الناموس أقول لكل من يسأل إن الناس ضيعوا المعنى الحقيقي للناموس فزادوا فيه وتقيدوا به تقيد حرفي وبعدوا عن مقصده الأساسي وخلوه سبب للتعدي على الناس وهو الموضوع لحمايتهم عشان كذا الله رحمنا ورأف بحالنا فما عاد الناموس المكتوب وسيلتنا للتقرب منه لكن أصبح السيد المسيح الحي هو الوسيلة الوحيدة للوصول لله والباب الوحيد المؤدي للملكوت فلا طقوس ولا ناموس ولا عبادات ولا أي شيء ثاني في الحياة ممكن يربطن بالله إلا السيد المسيح عشان كذا يوم عرفناه تركني كل شيء في العالم وتبعناه فلا عبادة ناموس ولا تقرب بفروض لكن حياة مع المسيح وبه واليوم أنصح كل من يدور على الحق أن يستمر في البحث ويصبر وأكيد بيوصل وبيجي اليوم اللي يرمي فيه أحمال الناموس ويأتي فيه للمسيح فمعاه كل شيء وبدونه ما نملك أي شيء هو النور والحق والحياة وما يفصل بينك وبينه غير أنك تتعرف عليه وختاما أشكركم على متابعتكم وأشوفكم الأسبوع القادم على أحر من الجمر في المجلس السعودية وكلام جديد ودي أقوله وفي أمان الله